السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدمه مرحبا بكل محبي عشيق لعبة تنين أسطورية بناء على طلب بعض الأصدقاء وبالضبط في الحلقة الماضية التي قمنا في الأشرياء في الأيام الماضية في الأيام الماضية طلب أحد الأصدقاء قال لي عمر لماذا لا تقوم بعمل فيديو استقبال أسئلة الأصدقاء وحلقة خاصة تقوم بالعمل على الإجابة عليها إذا صديقي هذه الحلقة ستكون خاصة فقط للإعلان عن بدء استقبال أسئلتكم كل الأسئلة التي سوف ترد في هذه الحلقة سوف أعمل بإذن الله على جمعها أو لنقول على جمعها والقيم بالإجابة عنها في فيديو قادم بإذن الله طبعا مع التوضيح أنه لا بد أن تكون أسئلة معقولة يعني تكون أسئلة أستطيع الإجابة عليها مع الحرية الكاملة في الإجابة على أي سؤال أرى هو يستحق الإجابة وعدم الإجابة على أي سؤال يعني كل الأسئلة التي سوف ترد في هذا الفيديو سوف أعمل على جمعها وأقوم بالإجابة عنها في حلقة قادمة بإذن الله ليست الحلقة القادمة قد تكون الحلقة القادمة أو التي بعدها أو التي بعدها عموما سوف أجمعها وأنشارها في الأيام الماضية لست ملزم بالإجابة على أي سؤال يعني السؤال الذي أره مناسبا سوف أقوم بالإجابة عليها السؤال الذي لا أره مناسبا قد لا أجيب عليه وقد أحدفه هذا حتى تكون الأمور واضعة كذلك أصدقائي في التعليقات بما أن التعليق سوف يعرض في الحلقة القادمة من فضلكم أريد أسئلة تكون منظمة بشكل كبير يعني أسئلة محددة ما كذا ما كذا ما كذا أقوم بالإجابة عليها وليست أسئلة مبهمة أو أسئلة لنقول لا يمكن الإجابة عليها بعد الأسئلة التي قد تريد لنقول كدرتش في هذا الفيديو سوف أحاول إجابة عنها بشكل سريع وطبعا الأسئلة الأخرى التي سوف تريد في هذا الفيديو سوف أنشرها في الفيديو القادم وأقوم بالإجابة عنها لماذا أقوم للماذا أحب تنين القبيلة ولماذا ما زال إلى حد الآن في صورة الشخصية ولماذا أفضل تنين القبيلة عن أي تنين آخر متواجد في لعبة التنين الأسطورية هذا لأنه تنين القبيلة في وقت من الأوقات عندما كنت ألعب لعبة التنين الأسطورية كان بالنسبة لي هو أقوى تنين متواجدة في اللعبة لديه دربة ثلاثية وكذلك لديه عنصر الرياح وعنصر الأرض التي كنت أستخدمه في أحد الأوقات لهذا كان بالنسبة لي أقوى تنين وبالفعل كانت وقتها أقوى تنين كنا نعتبر عليه كانت التنين السماوية نادرة جدا وتقريبا لاعب الأول في اللعبة لم يكن هناك أصلا تنين سماوية ولنقول كنا نستمتع جدا باستخدام تنين القبيلة وفاء له وفاء لهذا التنين أعمل على استخدامه إلى حد الساعة وسفأستمر معه بتطويره إلى النهاية لنقول ماكس بكل شيء سفأصل به إلى آخر مستوى استطيع التنين الوصول إلى اليوم ربما أضف له تفاحات العبيطة نعم قد ترى أنت هذا في إهدارا في الموارد ولكن هذا يسعدني داخل اللعبة ولنألعب اللعبة من أجل السمتع ولنقول الترفيه عن النفس باللسفة لأول تنين أصل استطعت الحصول عليه وتنين قلوم القديم الظل كان أول تنين استطيع الحصول عليه كان لي يكون أول أصل استطيع الحصول عليه وإنه رجع أصل الأرض ولكن للأسفة أحد الثانين كان يقصني بطاقات بسيطة للوصول إليه ولم أصل إليه وبالتالي تأجل حصولي على أول أصل حتى استطعت الحصول على أول أصل وهو تنين قلوم إذا كنت تظن صديقي أن الفعالية الطاغية حاليا صعبة إذا كنت تظن أن الفعالية القديمة صعبة أنت لم ترى الصعوبة التي واجهناها أو لم ترى الصعوبة التي واجهناها في فعالية أصل الضوء أصل الضوء كانت من أصعب إلى حد الساعة أنا بالنسبة لي أجدوها كانت أصعب فعالية قديمة على الإطلاق لم يستطع فيها الحصول على معظم اللعبين على الإسك ومن استطاع الحصول على ليسك قام بخسارة الكثير من الموارد أنتم تعلمونها ولا أحتاج إلى ذكرها بالنسبة للتنين الأصول التي أفضلها أو التي أحبها بشكل شخصي أو تعجبني بشكل عام أولهم بطبيعة الحيوة تينينغلوم أصل الظل لأنه بالنسبة لأول أصل وله مكان خاص بعده يأتي أويار أصل النار تينين جميل جدا وصراحة أحب باستخدامه وصف أطوره حتى النهاية هذا الذي تشاهده في الصورة بعدهم يأتي تينين لسك أصل الضوء تينين جميل جدا بعدهم يأتي إينورجا أيضا تينين جميل كذلك بعدهم يأتي كوذيس أصل المعدن هذه لنقول الأصول التي أفضلها أو التي تعجبني في شكلها أو ربما لو حصلت عليها في يوم ما سأقوم بتطويرها مجموعة من التنين الأصدقائي ما تزال موجودة لدي في الرف وسوف أعمل على تطويرها بإذن الله يتقدمها تينين بوليفليس عناصره رياح أرض وقديم هذا التنين من التنين التي أريد القيم بتطويرها نظرا لأنه تينين قوي تينين جيد وتينين يمكن الاعتماد عليه كذلك تينين إيمون القديم سوف أعمل على تطويره تينين زيليك القديم وعناصره يتاقى ضوء قديم أيضا سوف أعمل على تطويره تينين هاوسك أحد أقوى تينين السامة على الإطلاق بعد فروسكي وتينين هاوسك عناصره نبات ظل وقديم تينين سام جدا يمكن لك استخدامه من أجل تسميم الأعداء والفتك بالعدو بشكل كبير جدا هذا التنين أيضا سوف أعمل على تطويره بالنسبة للتنين الأولى التي استطعت الحصول عليها كتنين سماوية أو دخل العنصر السماوي إلى فريق القتال كانت هي تنين لنقول تنين أبولو تنين استطعنا الحصول عليه من تذكرة مورو سيدة التنين استطعنا الحصول عليه ويوجد أكثر من حلقات توثق طريقة حصول عليه معها لنقول في نفس الحملة استطعنا الحصول على تنين نازهة وكذلك لوكي وكذلك كانت هذه هي العصابة لنقول الأولى التي لديها العنصر السماوي واستطعت الحصول عليها وضميها إلى مجموعاته من كل هذه التنين ما زلت أستخدم نازهة فقط استخدمت كرونو شينجا لبعض الأيام أبولو كنت أن أستخدمه ولكن من كل هذه المجموعة استخدمت فقط نازهة ما زلت أستخدمه إلى الآن ونازهة يعتبر هو أقوى تنين موجود لدي حاليا نعم قد لا تشاهده في كثير من المعارك ولكن أيضا وفاء له ما زلت أعمل على استخدامي وسوف أطوره إلى النهاية بإذن الله كذلك صديقي أول تنين قديم استطعت الحصول عليه في مجموعة هو تنين تيزا كويفا القادم تنين تيزا كويفا كان أول تنين قديم استطعت الحصول عليه وصراحة كان من التنين العزيز علي أيضا في يومين العيام لربما أقوم بتطويره وأيضا وضمه إلى مجموعة موسعة سوف تسمع في هذا الفيديو سوف أعمل على تطوير أعمل على تطوير لو كانت ذلك الموارد كافية أصدقائي لو قمت بتطوير مجموعة كبيرة من التنين حتى تكون مجموعته لنقل متكاملة إلى حد كبير طبعا أحاول التغلب على هذه لنقل المعانس معانسة الموارد بالقيم على الحصول على كل التنين التي تمنحون الموارد وهي سيدة تذاكر مانح القطاع حارس المفتاح والتنين آخر بصراحة نسيت اسمه بالحصول على هذه التنين سوف تحصل على التنين الزعيم الأكبر وهذا التنين سوف يضاعف الجوائز التي تحصل عليها بشكل يومي وبالتالي نسبيا أو لنقل بطريقة ما سوف أعمل على حل مشكلة الموارد وبالتالي أستطيع التقدم في اللعبة بشكل أفضل هذه هي الخطة التي أعمل عليها بالنسبة للتنين الأسطوري أصدقائي تنين الأسطوري مميز جدا استخدمته لفترة طويلة جدا وهذا التنين صراحة أصدقائي نفعني بشكل رائع جدا وطبعا لا أستطيع لنقل إنكار لنقل هذا التنين وقوته هنا سوف أعود بعد قليل حتى أريك المكان الذي وجدت فيه لنقل المفتاح في المستوى 5 كما قلت أصدقائي هذا التنين الأسطوري وتنين الرعب الأسطوري من عناصره الأسطوري والظن والفراغ تنين الرعب الأسطوري كان من أفضل التنين الأسطوري التي استخدمتها صراحة ساعدني كثيرا جدا ولكن بالنسبة للتنين الأسطوري الذي أستخدمه حاليا ولا أتخلي عنه وسوف أطوره إلى النهاية هو تنين الغامض الأسطوري وطبعا حتى الغامض الأسطوري ولا الرعب الأسطوري كلا هم لديهم حلقة خاصة كيف استطعت الحصول عليهم ستستطيع فقط كتبات في التعليقات هكذا استطعت الحصول الرعب الأسطوري أو هكذا استطعت الحصول الرعب الأسطوري وسوف تجد حلقات لنقل خاصة به إذا في هذه الحلقة أصدقائي سوف نستقبل أسئلتكم وسوف أعمل على الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة كل تعليق سوف أقوم بتصويره وتوضحيه في الفيديو مع الإجابة عليه شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو ولتواجدك معنا في القناة